اهلا بحضراتكم كتير اتكلمنا عن سوء العمل ومتطلبات سوء العمل المتغيرة كل يوم وازاي نأهل ولادنا للمتغيرات دي لكن هل حد فكر ان التأهيل ممكن يبدأ من الطفولة من الصغر وكان فيه تصريح او توجيه من فترة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأولياء الامور اهلوا ولادكم من صغرهم للمتطلبات سوء العمل المتغيرة الجديدة ازاي نتأقلم مع الموضوع ده وازاي ننمي مهارات ولادنا الزهنية للتعامل والتأقلم مع متطلبات سوء العمل والمتطلبات الزهنية تحديدا ودراسة التخصصات التكنولوجية زي ما كننا عارفين ان ده المستقبل خلونا نعرف علشان وقت الفقرة تفاصيل اكتر عن ازاي ننمي مهارات اطفالنا في المجال ده تحديدا مع ضيفي اللي بينوارني في الاستوديو والدكتور نور اسامة استشاري تعديل السلوك والطب النفسي للاطفال والمراهقين دكتور نور اهلا بيك معنا يا فاند المناورة كنت معنا الاسبوع اللي فات بنتكلم عن مشكلة تانية بتخص السلوك الاطفال من خلال اللعب التكنولوجية النهاردة بقى احنا عزين الجانب الايجابي شوي ازاي انامي طفلي من صغره على نمخه وزهنه يتأقلم مع المتطلبات دي طيب خلينا نتكلم على المنتاليتي بتاعت التفكير هي اهم حاجة او الميندسيت التفكير العقلية ازاي ان نطلع الشخصية سويه تونو جوين كان بيكلم على ان في العالم في حاجة اسمها قانون السبب والنتيجة مبيش حاجة اسمها طفل او حد بيطلع شاطر جدا بسمحد الصدفة وفي حد بيطلع اصلا يا اكات الظروف مبيش حاجة اسمها كده فكان بيقولي في حاجة اسمها منتال اكاونت الرصيد الزهني وفي حاجة اسمها منتال الاتجاه الزهني زي ما هتربي ابنك على الرصيد الزهني عشان خاطر البنزين بتاعه ما يخلص لازم هو صغير تحدد اللوكيشن اللي هو نزل عليه عمرنا ما شفنا طيار بيطير طيارة من غير محدد اللوكيشن فالبنزين ما يخلص او الصرار في السفينة فلازم احدد اللوكيشن بتاعه احدد اللي هو عايز يوصله قبل ما فكر اعمله رصيد ايه رصيد زهني بالضبط ده كتطوير شخصية يعني انا ابني في قانون اسمه 90 عشرة بيقول ان كل الظروف الصعبة اللي بتحصل في حياتك هي 10% و90% هو رد فعلك انت العشرة في المية فاحنا بالربي ولادنا لازم تنجح انت لازم تكتهد لازم تنجح في كل المواد وفي الرياضة ويجيب الدرجة النائية فبطلع واحد عليه برشير وضغط وتطلع شخصية غير سوية عشان معدل الضغط النفسي بقى غير طبيعي تمام عن اشتاع النفسي لما كان بيعمل التجارب بتاعته كان بيقول كان اهم حاجة عندي سلة المهملات عشان اكتب بغلط كتير في معادلات الحسابية فانا بطلع ابني لازم انجح مش بعلمه مش بعلمه زي تعلم بالضبط ففكرة مصطلح الفشل زي الفشل العضلي انت بتتمرع العضل هي جايبة اخرها فاذا انت العضل استفادت فكرة التقدم والتحرك ابنك ما هو صغير لازم يروح المدرسة يعمل كل حاجة حلم الابوين يعمل كل حاجة اللي انت عايزة فابنك ما استفادش حاجة هو تحرك بنزل عشر ساعات بخلص المدرسة بروح التمرين التقدم هو تحقيق انجاز في شخصية ابني بقى شخصية فيه فرق من الشخصية المنجزة والشخصية المترددة الشخصية المنجزة هي الشخصية المعتمدة عن نفسها بيلاقي ثلاث صور من بداية الحضلة الشخصية بتخش المدرسة لقى بعياط انا عايزة ارجع البيت مرة تانية وبلاقي الشخصية التانية اللي خلص مع اصحابها بقى واجتماعية جدا وشخصية التالتة ان انا بقى ليدر بقى شخصية قوية وفيه صعب الطبعة لا انا بقى شخص عنيد فدي الشخصيات التلاتة او الاربعة اللي احنا ممكن نقابلهم فازاي ممكن نتعامل معهم فيه جيناتك جزء وراسي ممكن يطلع لي شخصية قوية او شخصية ضعيفة بس الجزء المهم جدا هو الجزء الاجتماعي اللي هو التنشئة او التربية اللي هو من الممارسة او من اللي هو بيجي من الاب بقى من خلال التعامل بالضبط الجيناتك بيبقى نسبة بسيطة بزبوط واحنا نفقتنا النسبة الاكبر اللي هي 90% وبردو في قانون 28 حضرتك دلوقتي ايه ايه الابني محتاجه عشان يطلع شخصية سوية يعني فيه حاجات جديدة جدا معظم الطلبة تحصيل الدراسي مش مركز السواء يعني معلش المادة دي ضعيف فيها السواء مش بيحبها فبطلع او هام او حاجة اسمها مبررات او الجرسومة الكلامية فايمني هو صغير انا اللي بشكل الصرصال انا بالضبط عندي زي شجرة البامبو شجرة دي او ربع سنين بـ 28 سنتي السنة الخمسة 30 سنتي او 30 متر او 28 متر واو فهي دي تنشئة فكرة بقى ازاي انامي انواع زكاءاته والمهارات اللي هو محتاجها من الصغر فيه اساسيات طب قبل التنمية في اكتشاف يعني انا قدر اكتشف الاول قبل ما نمي الجزئية المعينة في طفلي هل فيه طريقة ان انا اكتشف بها اشوف ابني رايح فيه ما هو انا برضو يعني لو نميت جزء هو مش ماهر فيه او مش مهيق ليه انا ببعده عن اللي هو المفروض يروح مزبوط اعمل ايه بقى فيه طيب فيه حاجة منع لو عملتها ومنعتها هتعرف امام يسفق الكخ يا بابا عيبي حبيبي اه تعملش كده متجربش فانت يعني زي انا دائمين بقول خليته يقرأ الكتب المجلدات الجميلة اللي فيها حاجات مجسمة ومعلومات عن حشرات ممكن يطلع علم حشرات قوي جدا لو انت ساعدته هو بيحب علم الحيوانات ممكن يطلع دكتور بطري شطر جدا بس احنا دايما كخ عيب بلاش المانع بالضبط واسيبه ان هو يكتشف هو دايما لحد ثمان سنين دي الفترة اللي انت ممكن تعرف ابنك مميز في ايه مش انت عايز ابنك يكون مميز في ايه دي نقطة فاصلة في الموضوع انا هشوف ابني عاوز ايه مش انا هوجه ابني لحد ثمان سنين مش هوجه ابني انت هيروح فين مزبوط جميل جدا طيب انا دروقتي لحد ثمان سنين انا سيبته فاذا انا هشوف استكشاف هو ايه زكائه يعني مثلا هو طفل لغويا شاطر جدا بينطق الحروف سواء لغة عربية او لغة اجنبية محترف ده ممكن نطلع مترجم قوي جدا ممكن نطلع قديب بيرسم حلو قوي ممكن نطلع بيكاسو ام فانجوخ ممكن بيحب الموسيقى طيب انا بقى فيه حاجة عايز اقولها هو طلع زكاء لغوي او زكاء رياضي بيعرف فيه من المعادلات حسابي حلو قوي عنده زكاء اجتماعي في تكوين العلاقات عنده الفكرة الكاركتر بتاعه قوي بيحب التنصيل ده حاجة كويسة جدا طيب انا عرفتها موايز فيه فهل الشيء الموايز فيه بفضل اسقله بس ده مش كفاية يعني انا برضه ما هو النقيد زي الحب المعتدل ولا القصوة الشديدة ولا التديل الزايد فمش معنى اللي هو شاطر لغويا اسيب باقي المهارات اجيب انا دائما بقول ايه لو انا انت عندك شركة وجالك حد كان فشل عشر مرات وحد دسه خارج وجالك انا اخد الفشل عشان جرب عشان جرب بالضبط فانا لازم اعرف انامي كمية المهارات اللغوية وباقي المهارات اللي هو محتاجها زي انا الشخصية مجتهدة ولا الشخصية مهوبة اخد المجتهدة طبعا عشان الشخصية مهوبة لو عندها مشاكل في اي حاجة في الشخصية بتاعدو فولي صغير في الشخصية مش يطلع ناجح فالموهبة لا تكفي الموهبة والمهارة ربنا هيخلقني عندي موهبة اكتشفتها طول قليتها ده المهور بالضبط طول ما انا منامينتش مهارة هل بيبقى عيني على الطفل في الفترة دي او من بعدها على لو اكتشفت خلاص هو مهوب في ايه او ماهر في ايه وانا هعزز ده كوليه امر هبقى عيني برضه على سوء العمل ولا بيبقى خطوات خطوات لحد مثلا مرحلة الجامعة تبقى خطوات خطوات يعني انا في حاجات مهمة جدا لانا ده داركها يعني هو نمي اي نوع من الانواع زكاءات وانا اصقلت فيها جدا خد كورسات كواس قوي قد يكون شخصيته مش هتساعده ان هو يكون شخص مميز وارد جدا توماس ايدسون عشان بيفتقد حاجة معينة في المنطق شخصيته بضبط توماس ايدسون المنطق اللي يجب يقول انه هو كان حد عنده صعبات تعلم تيسليسكا وتيسجرافيا وعنده اي كيو تيستا كان قليل انشتاين كان عنده جزء اوتزم ايوة في حد ساعد ادى بناء الثقة بالنفس خلاه يكون قوي وبحاجة تانية قمة القلم هي بتدي قمة المتعة اي فكرة المشكلة انك تحول نقطة ضعفك لنقطة قوة اكتر عدو لنا هو تفكيرنا واعظم انتصار هو اللي انتصر فيه انتصر على تفكيري اللي هو عدم تأديري ذاتي هو الشخص اللي بيوصل مش الاقوى ومش الاسرع ومش الموهوب الشخص اللي عنده ثقة بنفسه اللي مسدى نفسه والثقة بتيجي منين بقى في الحالة اللي زي دي في الطفل عشان ينجح تحملوا مسؤولية تحملوا مسؤولية خاصة وتحملوا مسؤولية العامة نميت ثقة نميت انواع الزكيات ممكن ما عايفش يتعامل مع المجتمع ممكن يبقى عنده مشكلة هو ده بقى اللي هيخدني الكلام بقى عن نقطة التعامل مع المجتمع انا مش هاهل طفلي انه هو يطلع عبقاري في مجال معين او ماهر او ناجح ولما ينزل سوء العمل يتعامل مع الناس مش عارف يتعامل مع الناس كده انا التاريخ اللي فده كله محتاج اعادة بناء من تاني اقدر بقى من صغره اتعامل مع الناس دي مهمة جدا احنا بنقابل ناس عبقرة في مجالات معينة بس عنده مشكلة في التواصل المجتمعي مع محيط العمل اللي هو فيه سواء بقى فريق عمل ضغوط سواء انه هو خايف يجامل فيتحسب انه هو مش عارف ايه او خايف انه هو ياخد علاجة يعني معادلة صعبة برضو ده حيات طيب انا ابني لو كان من شخصات الجريئة او الشخصات القوية ورد جدا ما يعرفش يتعامل مع المجتمع الخارجي اللي ممكن ممكن يتعرض تظلم يتعرض لأي حاجة من الحاجة مش قادر يتعامل مش قادر يتضغط عليه زي السي في اول حاجة بيتسير للتعرف تتعامل اللي تعرف تتعامل مع انتر برشل تحمل تحت ضغط والناس بيتاري عليها بس دي مهمة جدا على فقر طب انا عايز بقى اقول حاجة مثلا وحنا صغيرين يعني هنتكلم عن نطوتين نقطة الخوف او القلق ممكن وحنا صغيرين من كتر القصوة الشديدة او التربية خاطئة يتحول لفوبيا من كل شيء الاسقاط النفسي زي الطفل ممكن يحط اصبعه جوا بقه او اراد بيرقو ضافره طول حياته نوع من الانواع الاسقاط النفسي عدم السقاط طب انا مثلا لو احنا شغلنا فيلم الرعب وقفلت الصوت ونورت النور حدت الخوف في القلق اتقل اتقل لو شغلت عليه مسوقة ميكا ماوس او توم انجيري راحت ده تغير الواقع انا خليته يتعامل مع الواقع انا معلش لان هو الوقت يعني ازف جدا بس احاول يعني نلخص في جملتين اتنين العمل على الخطوط المتوازية مزبوط مع شخصية طفل اكتشاف المهارات تنميتها تنميت شخصية تنميت شخصية تحمل المسئولية انخراطه مع المجتمع علشان يبدأ مهيئ تماما او بنسبة كبيرة جدا لسؤول عامل مزبوط مزبوط دكتور نور وسامة استشاري تعديل السلوك الوقت ما كانتش كفية تماما مع حضرتك معلش بنوذرنا يعني استشاري تعديل السلوك وطبي نفس الأطفال ومراهقينها المشكرة جدا وان شاء الله أكيد لنا يا إما اللقاء موجود أو نتناول الموضوع مع بعض ان شاء الله شرفنا مشهدين يعني الموضوع مزال مفتوح لكن زي ما قلنا العمل على الخطوط المتوازية بالنسبة للأطفال وتأهلهم ذهنيا لسوء العمل انتهت حلقتنا بالحديث عن هذه المهمة المهمة المرقاة على عاتق أولياء الأمور بنشكركم وتصبح لألف خير ولقاءنا في حلقة جديدة ان شاء الله